طيب نروح لخبر تاني من الأخبار اللي ممكن تكون انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا أو حضراتكوا قرأتوها أو سمعتوا عنها في خلال الأيام الماضية وكان واحد من أهم الأخبار اللي انتشرت الصراحة والناس قعدت تقول ده حاصل فعلا أن في نقص في العددات الكودية في شركات توزيع الكهرباء شركات مختلفة على مستوى الجمهورية المسؤولة عن الكهرباء وبتلاقي حضرتك في الإصالة بتاع الكهرباء أنت تتابع لأي شركة من الشركات بيقولوا أن العددات الكودية دي مش موجودة وأن ده تسبب في تأخر وصول هذه العددات للمواطنين المتعاملين بنظام الممارسة المركز الإعلامي المجلس الوزراء كالعادة وزي ما بنتبع مع حضراتكوا دايما تواصل مع وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء قالت أن الكلام ده مش مظبوط وأن دي كلها إشاعات ومع فيش نقص في شركات توزيع الكهرباء في العددات بالعكس في عدد كبير من العددات متوفرة وبيتم توردها بانتظام لكل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وبعد التعاقد بيتم التنسيق مع العميل أو المواطن في هذه الحالة عشان يوصلوا العدد الكودي ترجمة نانسي قنقر